طيب فضل الشيخ في قوله تعالى وَاتُّلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا هل هو علم لدني أم أن الإتيان هنا يمكن أن يكون كسبيا لا يعني يمكن أن يكون كسبيا ولم أطلع على أن هذا العلم إنما هو علم لدني وما المقصود بالعلم اللدني يعني نتذكر هنا ما يتعلق بالعبد الصالح الذي قال الله تبارك وتعالى عنه وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا أولا هو نوع مخصوص من العلم يتعلق بانكشاف الغيوب فالله سبحانه وتعالى يكشف لكشف لعبده ذلك للخضر عليه السلام كما دلت السنة النبوية كشف له بعض الغيب مما لم يطلع عليه موسى عليه السلام إذن هو نوع خاص من العلم يتعلق بكشف بعض الغيوب أو بإزاحة بعض الستور عن عالم الغيب ثانيا هو تعليم بلا واسطة فإذا كان العلم الكسبي يحتاج إلى معلم ويحتاج إلى معبر فإن هذا العلم إنما هو وهبي من عند الله تبارك وتعالى ليست فيه واسطة ولذلك عبر عنه من لدنا ولذلك سمي علما لدنيا ثالثا يحظى به من هو قريب من الله تبارك وتعالى قربا شديدا بإخلاصه له جل وعلا وتقربه إليه وبعلو منزلته منه جل وعلا ولذلك لأن تعبير من لدنا هو أقرب مكانا من تعبير من عندنا ولذلك سمي هذا العلم علما لدنيا الآن في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف أو في هذه الآيات الكريمة من سورة الأعراف ليس هناك ما يدل على أن هذا العلم هو علم لدني لكن وإن كان كذلك فإن الآية تدل على العلم مطلقا لدنيا كان أو كسبيا أوتي إياه لكنه لم يعمل به وبعض المفسرين ذكر معنا أيضا لطيفا إذ العلم من شأنه أن يرفع منزلة العالم أو المتعلم ربنا تبارك وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إذن ما الذي منع هذا ما الذي حال بين هذا الذي أوتي العلم و بين أن يرفعه الله قال الفقهاء المشتغلون بالقواعد يقولون تعارض المانع و المقتضي كيف ذلك؟ أن العلم يقتضي الرفعة لكن ترك العمل مانع من الرفعة و في هذه القاعدة الفقهية إذا تعارض المانع و المقتضي قدم المانع نسأل الله تبارك وتعالى السلام